أقر اجتماع في سيئون بدء حضر التجوال في عموم مدريات الوادي والصحراء من الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة إلى الخامسة فجرا وفتح المساجد في أوقات الصلوات فقط وإغلاق مواقع الازدحام واتباع تعليمات والإرشادات والإجراءات الاحترازية صادرة عن الجهات الصحية ومدد الاجتماع الذي عقد برئاسة وكيل المحافظة عصام الكثيري مدد قرار إغلاق منفذ وادي حضر موت والتوجيه بمراعاة الحالات الإنسانية هذا الحضر الذي يفرضه اليوم هذا غلط في غلط هذا لو يفرض الحضر يفرضه من الصباح الناس كلها نيام في ديارهم ويفرضه الحضر هذا ما أحد قال شيء أما يفرضه الناس دحين في عيد وناس داخلهم ساكين بيلوف الفون حق سقلهم طيب انت دعين تقول نحنا حضر كمصحاب برع يلتزمون بويودهم في ديارهم هيا لزم نحنا حقنا وكله دعيني هاي بأن نحنا المطلبات حقنا يقول لما ديارنا نحنا مش ضد الحضر طبعا نحنا مع الحضر ولازم نطبق الحضر لأن هذا مصلحة المواطن طبعا في درجة وديه ولكن نحنا نريد التوقيت التوقيت أهم حاجة يعني لما يكون التوقيت مثلا من الساعة عشر لو اعتبرني من الساعة عشر هذي اللي ناس طبعا نحنا ناس كلنا نحنا تعابة في والناس مدارين بنحن ناس ناس على السامكوسة وعلى باقية ولا هادي اللي يشترونا طبعا في رمضان اللي يبيعون الناس نحنا نريد بس بالنسبة للتوقيت يعني في بعض ناس يعني منتقلين من أماكن بعيدة زي المستشفيات يريدون مرضهم علاقات وهذا وذا ما مريض كيف يعني إذا يزاولون المستشفيات يعني مريضهم في المستشفى والحصر موجود كيف يعني يزاولونه بالأدوية كيف يزاولونه بالمادة الذي تمون هذا الشخص مثل الفلوس مثل الأبر مثل المطار يعني هذا هو خطأ من الأخوة اللي لم يراجعوا هذا الأشياء